مراحل ثورة الزعاطشة المرحلة الثانية مرحلة حصال واحة السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر ومرجع المعلومات المرحلة الثانية مرحلة حصال واحة بدأت هذه بتحرك الجنرال هربي لمحاصرة واحات الزعاطشة وقد انتظر نهاية فصل الصيف وانخفاض درجة الحرارة حتى لا يتعرض الجيش الفرنسي لطيض الصحراء فبمجرد ما فاشل الهجوم الأول ازداد العرب شجاع وتحمسا لزعيمهم كما أن العدوة انتشرت وبدت جالية في تامل الواحات وتتابع عدد من الأحداث زاد من تعقيد الأمر وجعل موقف ثوار الزعاطشة حريجا وهذا اجتمع لدى الجنرال هربي ما يزيد عن ستة آلاف متاتل وتان الهجوم الأول ولكنه باب بالفشل ورد الأعداء على اعطابهم وضعف هذا الحدث من عزم الثوار وأضاف لهم أنصار آخرين طال هربيون ولقد اتخذ العرب المجاورين موقفا معاديا وسلت نحونا سلوطا لا يحمد وللرد على هذا الموقف وتصحيح هذا السلوط أمر هربيون بتطغابات النخيل حتى تتمتن الحضارة من الوصول إلى هذه الواحات الناية وتزدهر البلاد وإذا كان الجيش الفرنسي قد استطاع القيام بهذه العملية في الآمات المجاورة لمراتزه فإن المالتين الأهالي قد أبدأوا مطاومة منطعة النظير كلما ابتعد العدو عن مخيماته وتانوا يتبدون أو خسائر فادي حتى ثان ما تتجاوز إضراره وأثر هذا العمل لإجرام في نفوس الأهالي البعيدين فتأهبوا للقتال وثاروا للانتقام كل حسب طريقته وورد إلى ما استمع هربيو أن جنوده تثيرة امرت غادرة واتسوف في طريقها إلى ميدان المعركة ووصل أيضا نبا مفاده أن ستامب سعادة هاجم الماتز الفرنسي الكام بمدينتهم فحطموا عن آخره بعد أن ذبحوا الحامية التي كانت ترابط به ولا تنهم حدث وقدوم القبائل الرحل من التل على الرغم من الأوامر الحاسمة التي صدرت إليهم قصد منعهم من ذلك تجمعت القوات الفرنسية بتيدة المائدة المقابلة لبلدة الزعاطش يوم السابع أرتوبر 1849 ميلادي على الساعة الثامنة صباحا وتدير عدد الجنود بـ 4493 جنديا وتان يحيط بواحة الزعاطش الصور ضخم لحمايتها من غارات الأعداء وتوجد بها عينان جريتان تعرفان بعين معتوف وعين الفوارة فضلا عن منتجاتها الزراعية التثيرة والمتنوعة التمر والحبوب والفواته والخضر ولحماية القرية من غارات الأعداء قام الستان ببناء خندر تابير يحيط بجميع المساتين وتان تقارب الديار بعضها ببعض يسهل تثيرا التنقل عبر السطوح دون النزول إلى الأرض وتان الستان من جهتهم قد فتحوا في حيطان تثيرا من المنازل المنافي الصغيرة تسمح لهم بالتنقل من حي لآخر دون أن يظهروا إلى العيان أدت هذه التحصينات المحتامة والغابات التثيفة والمسافات التي تفصل بين الواحات إلى صعوبات تجعل القوات الفرنسية في وضعية سيئة كل ما ارتربت من الزعاطيشة ومن ترتيبات الحصى الذي ضربه هيربيون هو احتلال الزاوية التي تقع على بعد نصف كيلومت من التدية وبها مدرسة تعلوها ماذان مرتفع نسبيا وموقعها الاستراتيجي يوفر جميع شروط تثبيت الحصار والانطلاق للهجوم بدأت العمليات باحتلال مكان ربط الزعاطيشة ببلدة طولغا بهدف منع السكان الواحة الأخيرة من ترديم أي مساعدة لجنانهم ثم صدرت العوامل المدفعية بأن ترصف الأسوار البساتين المحيطة بالزاوية لإحدى الثغرة فيها وبعدما هدمت بعض حيطان الصور هاجمت القوات الفرنسية للزاوية ولكنهم وجدوا مقاومة مستميتة من طرف الثوار فولوا على عقابهم بعدما ترى طوراهم عدد من القتلى يقدر بـ 25 قتيلا منهم ضابط 41 من الجرحة ثم نصبت بطارية للمدفعية في متان يبعد عن الزاوية بحوالي 70 مترا عن طريق لتشان لتوني موطع هام للوجوم وعلى الفور الشرع في تحصينه بأتياس مملوء بالتراب لأنها تعرضت إلى وابل من أعصاص المجاهدين ورغم ذايت تم احتلال الزاوية ورفع فوط ماذانتها العلم الفرنسي وذايت من أجل احتام طبضة الحصار على واحد الزعاطشة وتذيق الخناق عليها وتتلف ذايت القوات الفرنسية خسائف الأرواح والعتاد واستطاع الشيخ بوزيانا ينفذ من هذا الحصار ويرسل الرسل لمختلف الأنحال يطلب النجدة والمدد للاستمرار في المطاومة ولقد جاءته لعانات من جميع العراش كما أن محمد بلحاش قتادم إلى المنطقة على رأس توتبة من الفرسان من نفط تونس للقتال بجانب إخوانهم وقام العسات الفرنسية بتطوير المنازل وحتى إسرط بعضها بالمتفجرات وفي منتصف النهار من ذاية اليوم وبعد مرور أربع ساعات على بدى الهجوم استمرت طلقات البرود تسمع من بين الأنطاظ الملتهبة والدخان المتصاعد وتبين للقوات الفرنسية أن الشيخ بوزيان رتض نخبه في المعركة صحبته اثنين من أبنائه وبعد أن تأكد العدو أنه لم يبقى من الزعاطي شحي من البشر والشجر أقام على باب معستر هربي يوم اتصال رفع علي ثلاث رؤوس رأس الشيخ بوزيان ورأس ابنه الشاب خوفا من أن يأخذ بثار أبيه ذات يوم ولا الشيخ طالما حارب الفرنسيين منذ 1833 ميلادي وهو الحاج موسى الدرجاوي المعروف بوحمارة وصلت الأخبار إلى الطباء المختلفة وعلمت بهذه الجرائم الشانية فتعثرت كثيرا وعزمت على الانتقام وفي هذا الصدد نظمت العديد من التصايد الشعرية التي تمجد ثورة الزعاطشة وقعيدها الشيخ بوزيان اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم باعت على محمد وعلى آل محمد ما باعت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد موسيقى